احنا سنة احنا احنا زيدية وشافعية شوف في كلامه تجتمع كل تناقضات اللغة وفي افعاله تلتقي كل متناقضات الارض يقول الشيء وضده في دقيقة ويفعل الامر وعكسه في القضية نهب شعبه حتى القاهم عظاما بتأثير المجاعة وبع اشقاءه لايران متنكرا لابجديات الجوار والعروبة لا يكون طبيعيا حين يتحدث ولا يسلك مسلك الانسان السوي حين يتصرف ولم يكن حديثه الاخير ليخرج عن هذا السياق فبلسانه ادان المخلوع نفسه والاقرار سيد الادلة وبافعاله يضيق حبل المشنقة حول عنقه ترك المخلوع كل من يتابع خطابه مذهولا من عظيم خطيئاته ووفقا لخطاب المخلوع ذاته فهو يملك الستين مليارا التي تحدث التقارير السابقة عن نهبه لها من اموال الشعب اما الادهى فتبجح المخلوع عن استخدام المليارات المنهوبة ليمتلكه شخصيا اسلحة وصواريخ يحرم على الافراد امتلاكها وفقا للقانون اليمني والقوانين الدولية كافة ولكي يثبت المخلوع على نفسه اكثر انه مجرم حرب كان لابد ان يؤكد تزويده للحوثيين بهذه الاسلحة والصواريخ في تحدي صارخ ومتكرر لليمنيين والاشقائف السعودية الذين تستخدم ميليشيا ايران هذه الصواريخ ضدهم هذا من صواريخ صالح الشهيد الحي هذا مخزونات صالح هذه قالوا ستين مليار شلها هذا ستين المليار هذا ستين المليار الان ولا زال المخزون يعجبك يعجبك ويستمر هذا المخزون ولن تطال الصواريقهم مخزون مخزون استراتيجي صالح وعارف ما كان يشتيه كررها المخلوع واضحة اذا فالدور الذي تمارسه ايران من الخارج يقوم هو بادائه في الداخل مزويدا الحوثيين باسلحة الموت والدمار التي لم تكتفي بقتل اليمنيين بعد ان وجهت نحو الاشقاء السعوديين ولان حقد المخلوع على السعودية لم يعد له حدود كان لابد ان يضيف لدعمه الحوثيين دعمه لحزب الله في لبنان الحزب الذي حاول مرارا وتكرارا وما يزال تصدير ارهابه نحو العمق السعودي نحن مع الشيعة الشيعة في جنوب لبنان تتسطى للعدوان بقيادة حسن نصر الله وهذه لوحدها كافية لتصور مشهد يسمر فيه حضور المخلوع كائن حقد ومليارات سحت ومشروع انتقام اشتركوا في القناة